ذكر واحد أفضل من مواصلة الذكر مليون سنة ما فيهاش مبالغة دي يا شيخ محمود أبدا والله لما تسمع الهدية اللي جابها لك النهاردة هتعرف صدقه هذا الكلام بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أكيد كل واحد فينا بيتمنى يجي يوم القيامة عنده مليارات الحسنات بيتمنى أن ربنا يرضى عنه بيتمنى أن ربنا يدخله جنته التي فيها ما لعينه انرقت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلبه بشر جايب لك النهاردة هديتين من عند النبي صلى الله عليه وسلم هتشوف من خلالهم أن فعلا هذا الذكر اللي هيتقال في الحديثين دولا أفضل من الذكر لو أنت مواصل الذكر مليون سنة مش هتحصل هذا الذكر ولا ثمرات هذا الذكر الحديث الأولاني روى أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضار قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة بتقول إيه فقال يا رسول الله أذكر الله فقال له صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار أقول لك على حاجة أفضل من أن أنت تععد كده 24 ساعة بتذكر ربنا قلت بلى يا رسول الله قال له تقول سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق وسبحان الله عدد ما في السماوات والأرض وسبحان الله ملء ما في السماوات والأرض وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملء كل شيء